منذ أن ألقت الأزمة السورية بظلالها أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها مسؤولية كبيرة في دعم الأشقاء السوريين والوقوف إلى جانبهم عيادات الملك سلمان التخصصية السعودية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين تقوم بدور كبير من خلال تقديم الرعاية الصحية والطبية لقاطني المخيم تقدم عيادات مركز الملك سلمان ما لا يقل عن تستقبل أكثر من 600 مراجع في اليوم ولله الحمد من ضمنهم ذوي الأمراض المزمنة والأمراض الدائمة كالسكري والضغط بالإضافة إلى أنها تضم عدة مراكز أو محاور مساندة كالمختبر والصيدلية العامة وبالإضافة إلى مركز الأشعة كل هذه المراكز المساندة تقدم خدماتها لأشقاء اللاجئين السوريين ولله الحمد بصورة مستمرة عيادات الملك سلمان التخصصية السعودية تتكون من 13 عيادة اختصاص عيادة السشاريين وأخصائيين تقوم بتقديم الخدمات للمرضى الأمراض المزمنة والمرضى بشكل عام مئات الحالات المرضية من الأشقاء السوريين تراجع عيادات الملك سلمان التخصصية السعودية يوميا والتي تقوم على مراعاة تقديم العلاج بأعلى المستويات تحقيقا لهداف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نشكر المملكة العربية السعودية تقدمنا مساعدات وتقدمنا أدوية ونشكر الملك سلمان ونشكر الشعب التابع وكل لياتهم ونشكرهم ونحن نشكرهم ليات والله ممتازة فيه الخدمات من كل شيء يعني الحمد لله من أدوية وممتازة ورعاية يعني من جميعها عيادة الملك سلمان التخصصية السعودية أصبحت مثالا يحتذا به في تقديم الخدمات الطبية مما جعلها وجهة للعديد من المنظمات الدولية المتواجدة داخل وخارج المخيم إغاثة الملهوف وإنعاش المكروب منهج سعودي تقتضيه الأخوة الصادقة وتدفع إليه المرؤة ومكارم الأخلاق لقناة الإخبارية عبدالله خوالدين مخيم الزعتري